السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معنا في فيديو جديد معكم احمد اسامة من اكاديمية بي برو تريدر والتحليل اسبوعي لسهو السعودي الاسبوع الحالي ان شاء الله ونبدأ كالعادة بالمؤشر العام للسهو السعودي اذا الحمد لله التزم بالسيناريو اللي اتكلمنا عليه خلال الاسابيع الماضية استمر في الصعود ايه حتى الان من التداول حول مستوى السبعة تلاف تسعمائة واحد او اخلاق اليوم كان حول مستوى السبعة تلاف تسعمائة واحد اعتقد ان احنا الفترة اللي جاية هنستكمل سعودي ان شاء الله حتى مناطق العرض الممتدة بين مستوى السبعة تلاف تسعمائة واربعين حتى مستوى التمانتلاف اه واربعين تقريبا واعتقد دي المستويات اللي هنشهد منها تصحيح حاضر للسهو السعودي خلال الفترة القادمة ان شاء الله بعد رالي يصاعد عنيف خلال الفترة الماضية استمر منذ شهر ثلاثة او شهر مارس حتى الان بنشهة صعود عنيف جدا للمؤشر العام بتصحيحات بسيطة جدا. اعتقد ان التصحيح الجديد هيكون مع الوصول لمنطقة العادة. هننزل نرتكز مرة اخرى على التريند تصعد زو السلاس ارتكازات وبعد كده هنستكمل الصعود ان شاء الله حتى مستويات 8462 بإذن الله وهي هكون المقاومة القادمة للمؤشر العام بالنسبة للصوص الصعود. نروح بعد كده لقطاع الطاقة. قطاع الطاقة برضو اللي امتابعنا على قناة التلجرام هيلاقي ان احنا كنا متكلمين لان احنا يكون لدينا صعوب بعد اختراق مستويات ال 5120 حتى مستويات ال 5358 حتى الان وصلنا مستويات ال 5200. اعتقد ان قطاع الطاقة هي انت عاشة قوية جدا خير الفترة القادمة واستكمال الاتجاه يتصعد والاسهم من قطاع ان شاء الله خير الفترة اللي جاية لان احنا ما زال عندنا هدف نموزج المثلس اللي تم اختراقه وهيكون هدفه حول مستويات العرض القادمة الممتدة بين مستويات ال 5361 حتى مستويات ال 5421 ان شاء الله. تعالوا بقى نروح لبعض الاسهم اللي معنا واهم الفرص الموجودة معنا خلال تدولات الاسبوع الحالي. اه بالنسبة لسهم معادن عندنا سهم المعادن عندنا فرصة لاستكمال الصعاد خلال تدولات الاسبوع الحالي حتى مستويات ال 45.32 اعتقد ده يكون هدفه خلال الفترة القادمة ان شاء الله على اختراق مناطق او مناطق اه اختراق مستويات مكامل متمركز حول مستويات ال 39.17. في نفس الوقت كان عندنا حجاب تدول تعتبر جيدة نوعا معا على السام خلال الفترة الاخيرة وده بيرجح استكمال عملية الصعود حتى مستويات ال 45.32 ان شاء الله. سهم اسمانت ناجران وفرصة للدخول المباشر من المستويات الحالية. اه بنتداول حول مستويات ال 11690 اعتقد ان احنا راحين لمستويات ال 1260 كهدف اول. ثم مستويات ال 13.44 كهدف اخير ده بالنسبة لاسمانت ناجران اسبابنا اختراق نموذج المسلس الصعب. اه صعادة ان شاء الله خلال الاسبوع الحالي بالرغبة من التزبزب خلال الاسبوعين الماضيين على سام اسمانت ناجران. لكن كل اللي احنا منتظرينه او بمجرد اختراق القمة دي. يعني القمة المتوضح على مستويات ال 12.15 اعتقد دي القمة اللي لو قدرنا نختاركها خلال تدولات الفترة القادمة هيكون الطريق ممهد ان شاء الله للحصول لمستويات ال 12.660 ثم مستويات 13.44 واربعين بيزن الله ده بالنسبة لسام اسمانت ناجران معنا بعد كده سام العمران. آآ واللي صعب لمستويات 73.60 لكن برضو مازال في مناطق شرائية ممتازة. اعتمادا على الدعم المتواجد حول مستويات نفسي آآ سبعين. واللي ارتد منه بالفعل وصلنا لمستويات 73 اهدفنا مستويات ال 81. وعند ده اهداف على المدى الطويل الممتدة حتى مستويات ال 97.23 ان شاء الله فسام العمران من الاسم اللي بتبعينا بشكل قوي خلال الفترة الاخيرة واللي حاب ان هو يكون مراكز شرائية من مستويات حالية. ممكن جدا تكوين مراكز شرائية بالحفاظ على قف افصالة حول مستويات التسعة وستين. آآ عندنا بعد كده سام الازور دي واللي تنبقنا او توقعنا ان هو هيكون عنده هبوط قوي خلال الفترة اللي جاية. وبالفعل حصل عليه هبوط آآ مناطق الشراء بالنسبة لنا اللي منتظرنا بيكون حول مستويات التلاتاشر تلاتين حتى مستويات التلاتاشر خمسةur سبعين دي اهم المراكز الشرائية بالنسبة للسعم الازور دي خلال الفترة القادمة اللي نقدر نكون منها مراكز الشرائية جديدة استهدافتنا هتكون حول مستويات controllersل ان شاء الله اذا احنا هنقدر نكون مراكز شرائية من مستوي Creativas تلاتاشرsch非常的 خمسة تقريما استهدافتنا مستويات الستاشر او خمستاشر פاصرة سبعين شايف انها فرصة ممتازة. خلال تداوات الفترة القادمة اهدفها تعتبر جيدة جدا مقارنة مبقى في القصارى اللي يعتبر قليل جدا ففرصة ان شاء الله نقدر نستفيد منها بشكل كويس خلال تداولات الايام القادرة. نفس الفكرة بالنسبة لوقت اللياقة. ووقت اللياقة من الاسهم اللي كانت موجودة معنا. او نوانا عليها خلال الاسبوع اللي فات وبننوع عليها مال اخر خلال تداولات الاسبوع الحالي. بنات تداول حول مستوى الخمسة ستين فاصة الاربعين بعد انهاء المناطي الاكيوميليشن. والتداول اعليها عندنا مستويات هامة جدا. هتقابل السهم خلال الفترة اللي جاية وهو مستوى الواحد وسبعين اتنين وعشرين. اعتقد دي هتكون اهداد في السهم على المدى المتوسط من المستوى الحالية. الدخول من المستوى الحالية. هيتم المحافظة على وقف اخسارة حول مستوى الاتنين وستين. اه السهم اللي معنا بعد كده هو سهم جرير وجرير تداولاته. او جلنا اسئلة عليه كتير خلال الفترة الاخيرة. اه جرير بيتداول حاليا حول مستوى ال مية ستة وستين. نلاحظ انه بيتداول. اسفل منطقة مقاومة هامة جدا بالنسبة لات سهم. يعني المستوى دي ردته قبل كده الهبوط عنيف جدا لمستوى المية وعشرة. حصل صعود عنيف. ابتداء نشوف اكشن عكاسي مع نفسه مع الوصول لنفس المستويات دي. اعتقد ان احنا الفترة الجاية هنشهد بعض الهبوط على سهم جرير. اهم مناطق الشرائية بالنسبة هتكون ما ايما مستويات المية وستين. يا اما مستويات المية تلاتة او خمسين. دي اللي نبتالي ننتظر. برايس اكشن. انعكاسي عندها سهم جرير ونبتالي ندخل عليه او نكون عليه مراقبة الشرائية. لكن في لوقت الحالي ما ابرجحش خلص تكون meralia الشرائية بالعكس اللي كان متوجه من السهم او مجمع على منسوات المية او او مستوى المية تلاتة وخمسين. اعطاكن النقط دي افضل مستويات للقلوك في الوقت الحالي. طبعا لو اختلت مستوى المائة 68 في وقتها يكون دينا كلام تاني عليه مع تداولات الاسبوع القادم. لكن في الوقت الحالي انا شايف انه بيتداول في مستوىات قوي جدا متوقع من التصحيح القوي. من ضمن بعض الحاجات اللي هنتكلم عليها قطاع البنوك. قطاع البنوك من القطاعات اللي تسألنا عليها قطاع البنوك وصل لمستويات عرض قوي جدا مبتدة بين مستويات السبع تلاف واحد وستين حتى مستويات السبع تلاف متين ستة وستين. دي تعتبر اقوى مستويات عرض بتقابل قطاع البنوك في الوقت الحالي في نفس الوقت تعتبر حد العلوي للقناة السعرية السعادة اللي بيتداول فيها قطاع البنوك. فوارد جدا ان احنا نبتلشب بعض التصحيح الهبط للارتكاز على حد السفل للقناة السعرية السعادة ثم استكمال عملية الهبوط نتيجة لان بيواجهنا منطقة مقاومة قوي في الوقت الحالي. آآ سامم الجيل في التأمين وتدولات حول الربعة عشرين فاصلة اثنين وستين بعد اختراق وتمانين بعد ارتكازه على الترينج تصاعد ثم بداية الصعود اعتقد نوع عند فرصة جادة ان شاء الله. دي استكملت صعوده خلال الفترة اللي جاية خاصة بعد اختلاق القمة المتواجدة حوال مستوات الحداشر سبعة وسبعين. ففرصة جادة جدا لاستكمال الصعود لاستيداف القمم المتواجدة. آآ آآ سواء مستويات آآ آآ الاتناشرة تسعة وخمسين او مستويات التلاتاشر فاصل خمسة وعشرين مستويات دي تعتبر قوي بالنسبة للافترة اليجاي لكن بالشكل عام يمكن تكوين ملايك الشرية من المستوات الحالية. بوقف الحسارات هنحافظ عليه آآ اسفل مستوات ال��اشر خمسة سبعين ده بالنسبة للسام الزين السعودية عندنا تهربائي السعودية فرصة لدخول مباشر من المستوات الحالية ان شاء الله هنحافظ على اللقاء فخصاره هيكون اسفل القاعدة في المنتالي بوقف الخسارة لينا هيكون مستوات خمسة عشرين استهدافاتنا مستويات السبعتراشر فاسطة جيور تمانية. اسببنا اه منطق الطلب جيدة. اختراق التريند اللي هو بتزور ثلاث الابتكازات. فرصة جيدة مع اه ظهور احجام تداول جيدة خلال فترة الاخيرة. فبالتالي كهرباء السعودية علي ان شاء الله فرصة جيدة للصعود بقوة خلال تداولات الايام القادمة. معنا اعمار نفس الفكرة. اختراق اه مناطي. ثم عاد اختبارها. ثم اكون شامعة صعدة ممتازة مع تداولات اليوم وصلت بنا لمستويات السبعة واحد وتمانين. اه هنحافظ على اه اخسارة بالنسبة لسام اه اعمار حول مستويات السبعة فاصلة خمسة وتلاتين ان شاء الله استهدافتنا يكون مستويات الثمانية فاصلة خمسة وتسبعين. اخر السبب معنا يكون سام مكة الانشاء واللي قدر ان هو يختارك مناطي الاكوميليشن ايضا خلال تداولات اليوم مع حجم تداول متميز قدر ان هو يغلق حول مستويات اتنين وستين فاصلة تسعين. وبالتالي ده يعتبر اختراق واضح وصريح من مناوطة الاكوميليشن فرصة التقويم ملاك الشرائية. لكن وقف الخسارة هيكون اسفل البار اللي قدر ان هو يختارك مناطي الاخوميليشن. فبالتالي وقف الخسارة بالنسبة لسام مكة الانشاءات هيكون مستويات واحدة ستين فاصلة اه اه واحد وستين فاصلة خمسة واربعين عقب من مستويات الحالية استهدافتنا مستوى التسعة ستين فاصلة سبعة وتسعين. دي كانت اهم القسم اللي موجودة عليها فرص في الوقت الحالي بالنسبة لاتسوء السعودي. اتمنى لكم كل التوفيين ان شاء الله واسبوع تباول موفق. كما حضراتكم احمد موسامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.